على الأسواق عمل مهم جدا لضبط السوق وعدم التلعب في الأسعار حقيقة أن الوزارة وزارة التموين عاملة جهد كبير في هذا الملف من خلال الحاملات اللي بتقوم بها على مستوى محافظات الجمهورية كمان بتشيد الناس كلها الحقيقة بمجوداتهم خلال الفترة المنقضية من حيث توفر السلع عدم زيادة الأسعار ودي في حد ذاتها شيء كويس جدا فكرة الثبات على الأمور دي بشكل كبير ممكن من وقت للتاني نلاقي بعض التفاوتات لكن في النهاية عندي حالة من الاستقرار كمان الوزارة بتشدد العقوبات على المخالفين حاجات كتير بتهم المواطن والأسواق والسلع هنتكلم فيها النهاردة وحنتطرق في حدثنا عن أسباب زيادة سعر زيت الطعام في بطاقات التموين دي نقطة مهمة جدا أكيد حضراتكم برضو حابين تسألوا عنها نهاردة هنعرف كل حاجة وكل التفاصيل من خلال ضفنا اللي منعورنا اللي أستاذ عبد المنعم خليل وهو رئيس شؤون التجارة الداخلية بوزارة التموين أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم وصباح الخير على المصر كلها صباح النور يا فندم وصباح الفل وطبعا عايزين في البداية كده نعرف من حضراتكم خطة الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط المشهد أولاً الرقابة الأسواق دي يعني كما تحدثنا دي حاجة لما أفرر فيها من خلال وزارة التموين بإداراتها المركزية والفرعية ومديرات التموين وإداراتها ومكاتبها في عمل دائب ونشاطة على التجارة في مصر وعلى الرقابة الأسواق من سواء من كان الصلاحية أو موجسل على موجودة المصدر أو الأسعار تبقى للقرار للوزارة 330 نحن عملناه لعدم وجود زيادة في الأسعار وإزاي نتحكم في السوء بالأسعار من المصنع لحد المستهلك فدي الدر بتقوم بوزارة التموين من خلال عدة قرارات وقوانين بيتنظمها التجارة الدخلية في مصر الرقابة شغالة على جميع المحاور من قطاع حضرك صلاحيات ولسه النهاردة يعني خبر ده عند قضية في سائد مك مبارح كان الحكم مشدير جداً عشان الناس بعرفة القاضي كان سلعة غير صالحة السياك الأقدمي القاضي يعني بتسوف انتأش فيها قد حكم عن المقالفة الأولانية ومنقالفة التانية وداله ثلاث سنين وثلاثين ألف جنيه والمصادرة والنشر في جريتين رسميتين يعني حاجة بصراحة يعني النشر ده في حد الزاته قطم وسط المخالفة ومصادرة البضاعة اللي هو الإعدام يعني وعاتله ثلاثين ألف جنيه وكل مخالفة إداها قرار لوحد وده يعني معناتها أن القاضي قرأ القضية بصح وتختارك للمخالفات اللي في القضية النهاردة اللي بيقرده عشان بس اللي هيقدر يلعب في الأسعار إحنا عندنا قلية الرقابة على الأسعار من خلال القرار 330 من خلال الفواتير من خلال الإعلان عن الأسعار من خلال السعر المعلن على البضاعة أو البضاعة أو البضاعة والكشير نهار دي قضية أمن دولة طوارئ كان أول ممكن يعمل حاجة اسمها استقناف ومعارضة السنافية النهاردة لا القضاء العسكري أو الأمن دولة الطوارئ بقى على طول يعني بدي قرار مفيش فيه ألا بتدع منه يعني معاملة قدام القضاء فبقى طبعا بقت أحقان ضريعة مثلا السعر بنبقى أنا ما عنديش تسعيرات جبرية لكتير جدا من السلع التسعيرات الجبرية دي اختفت تبقى لتفايد الجات تبقى لتفايد الجات ولكن إحنا برضو يعني مش قاعدين كده لا لا في دراسات شغالة ومنصين القرارات التفايد الجات ما قدرش أقول لسعر السلع معينة على السلع التموينية لها البنزين السولر مثلا الزيت في التنوين والسكر في التنوين كم تقول إنما الألية التسعير التانية لو أنا سيبتها مفتوحة كلها يبيع زي ما أعاوز والأسعار هي تبقى فيها تفاوت واللي يعمل وزن زي ما أعاوز ولكن إحنا النهاردة قالية السوق إن أنا بطبر من خلال القرار 332 اللي إحنا صدرناه في 2017 إن من المصنع من ساعة مينتج السلعة بيحط الفاتورة بيحط فيها سعر البيع المسالك يبحامش الربح هنا محدد من المصنع لحد المسالك إنت كمان رابط ده مع وزارة المالية نعم وكمان ده مربوط ما وزارة المالية وما أقول لك لسه جيلا حضرتك هتقول لي ما ممكن يزور في الفاتورة للتاجر عشان التاجر ما هو حاطة السجل التجاري والبطاقة الضربية من ضمن شروط الفاتورة الضربية للمساندات الصحيحة السجل التجاري والبطاقة الضربية فلو حاطة سعر هنا هيخش على الضربة على طول فما يقدرش يتلاعب بأي وضع من لما يجري بحط القانون بحكمها من جميع النواحي لازم تتحكم من جميع النواحي طبعا والقرار ده لازم يكون للسياق قانوني يعني مش بيصدوا القرار بكده خلاره لا لطبقا قياد يبقى أن يبلزمه بالفاتورة السعر مثلا سي هو ده بيبيع الزيت يبقى طالع الزيت من المصنع مثلا بخمسة عشر ونص يبقى يوصل المستهلك بالسبعة عشر سواء تدول مع واحد اتنين تجي تاجر جملة تجي تأزئة هي بوصل المستهلك هتقول لي عرف هزين يعني سلسلة التدول سلسلة تدول بس عشان يعرف المواطن برضو لما يأخذ السلعة من السوبر ماركت ما بيشوف على الكشير الضربت بكام والسعر المعلن اللي عرف في الكام وأنا كمفتش بشوف سعر الفاتورة كام هوا سعر الفاتورة هوا سعر المعلنة ولا لا يعني قيمة الأسعار طبعا لازم تكون معلق من التسعيرة والإعلان عن الأسعار لازم يكون معلق قيمة طبعا طبعا وموجود في المجلة وموجود على خط واضح في مرمى بصر المواطن المصر أو المستهلك تضيح ألية حفظ النهاردة وانت تلاحظ في الفترة الأخيرة مفيش ارتفاعات في الأسعار مفيش اختناقات مفيش حاجة لأن وزارة التموين أو تقاطة جارة داخلية عنده ألية أو هدف واحد والمواطن لأن وزارة التموين هي مش وزارة ربحية اسمعوني هي وزارة خدمية هدفنا المواطن والسلعة توصل المواطن من سواء صلاح الاستلاك الأدمي مواصفة المتقابلات الموظفية سرق العرض والتداول ما تكونش مجهودة المصدر بيتكون السلعة دي السعر اللي عليها والسعر المناسب والعادل للمواطن المصر طيب أليات الرقابة والتنسيق مع الجهات الأخرى إزاي بيتتم طبعا إحنا عندنا الأنب حملات يعني فيه تنسيق كامل سواء أجهزة وإذا حصلت معنا قريب جدا قبل رمضان كنت أنا عامل الحملات من خلال التنسيقات مع رقابة الإدارية كمان هيئة رقابة الإدارية معانا على قدم مصاق معانا حماية المستالك كان معانا تموين المدريات كان معانا الصحة معانا الطب البتري بس ما أنا أقدرش مش هجيب دي كلمة لا أنا أنا رايح أتبط إيه النهاردة أو دبط إيه هتستلزم عند الحب ومصنعات أستلزم مفاتش شخصية طبعا طبقا لقالية السلعة واللي أعمل التعريف فني بس سلزم أستدعي الجهة اللي أنا رايح لها يعني سواء إرقابة صناعية سواء الطب البتري سواء الصحة يبقى أنا رايح أتبط إيه أو المكان الهدف اللي أنا رايح له بستدعي الجهة الفنية المعايا اللي هتديني تقرير صلاحية من عدمه كمية المخالفات بتشوفها كبيرة ولا لا أهلا مخالفات كثيرة بس يعني السوق بتحسن طبعا بالنسبة يعني فيه تحسن بالنسبة 70% 80% من نتيجة النهاردة نهاردة مش القضية كمان يا سمع رفع إنه أخذ غرمة كام القضية في المصادرة يعني كان عنده واحد المبارح لسه كاي بيشتخي وقت 500 جنيه عشان فاتورة ما أقدمش الفاتورة لما ما بعد 500 جنيه وقت مصادرة المتبوطات مصادرة المتبوطات دي كلفته 13 ألف جنيه الغرمة هنا 500 لكن مصادرة المتبوطات 13 ألف جنيه ممكن تدخل غرمة 100 جنيه أو 500 جنيه عشان عدم تقديم الفاتورة أو عدم الاحتفاظ بالفاتورة وقت التفتيش ولكن الغرامة ساعتها في المصادرة البضاعة ممكن تصل لمليون مليون نص حسب كمت البضاعة اللي تم مصادرتها